أصدرت وزارة الدفاع الروسية تقريرا للمعركة يوم الثلاثاء جاء في أن الجيش الروسي قضع لأكثر من 200 جندي أوكراني في اتجاه دونتسك وكوبيانسك وكرازني ليمن أسقط سلاح جوي روسي طائرتين مقاتلتين من تراز ميج 29 الأوكرانية وطائرة مروحية من تراز 108 في دونتسك كما أسقطت قوات الدفاع جوي روسية طائرة مقاتلة أوكرانية من تراز 25 وطائرة مروحية من تراز 108 وخمس طائرة مصيرة ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الجيش الأوكراني صد هجمات روسية بالقرب من عدة مستوطنات في دونتسك خلال 24 ساعة الماضية وشنت القوات الجوية الأوكرانية عدة ضربات على المناطق التي تركز فيها أفراد روس ومعدات روسية وأسقطت طائرتين مروحيتين روسيتين ترجمة نانسي قنقر